المؤسسة العسكرية تخرج عن صمتها وتندد بما وصفته بالأصوات التي تتعالى وتنادي بتدخلها في الشأن السياسي عشية الانتخابات الرئاسية مجلة الجيش التي تعبر عن موقف المؤسسة العسكرية أكدت في افتتاحيتها في عدد أبريل أنه لا إخلال بالدستور وقوانين الجمهورية تفاعل المؤسسة العسكرية مع الدعاوات التي طالبت بتدخلها من طرف شخصيات سياسية وعسكرية لإنقاذ المصاري الديمقراطي استهجنته الأخيرة وشككت في نوايا أصحابها المجلة لم تفوت الظرف الذي تمر به الجزائر حيث اعتبرته ظرفا محفوفا بالمخاطر والتهديدات من مختلف الجبهات استوجب من كل القوى الوطنية الالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد الافتتاحية وصفت السابع عشر أبريل بالموعد التاريخي الهام وأرجعت دور المؤسسة العسكرية بصفتها مؤسسة دستورية بتأمين الانتخابات بما يسمح للمواطنين بتأدية واجبه الانتخابي بكل طمأنين لاختيار الرئيس المناسب بكل حرية وشفافية